طيب نروح للمو والمو الحقيقة يعني يبدو كده انه غزلته رائقة يبدو انه سيزن ده ونتمنى ان شاء الله بإذن الله هيكون واحد من أنجح المواسم ليه مع ليفر بول رغم انه فيه حرب اشعاعات كتيرة جدا وكلام كتير جدا على صلاح وانه علاقته متوترة بليفر بول وان الموسم ده هو اخر موسم ليه لكن من ناحية تانية كان ليه واحد من الاحاديثة اللي اتنشرت على موقع سكاي سبورتس تكلم فيها مش بس عن الكورة الحقيقة اتكلم فيها على حاجات كتيرة جدا حوار كان مطول مع زي ما قلته حكم مع بيان سبورتس ومع سكاي سبورتس اتكلم مثلا على حاجات تخص مستقبله وعلى حاجات تخص حياته الشخصية وعلى علاقته حتى بزميله في الملعب واكد صلاح انه هو يعني عن نفسه عنده رغبة في انه يلعب كل المباريات لغاية الثانية الاخيرة لغاية الديئة 90 ولو ممكن لديئة 95 هو يحب كمان يعمل ده وقال انا دايما بيبقى عندي رغبة كم من المطش لغاية اخر ثانية لكن طبعا انه قرار النهائي بيكون المدرب وانه دايما بيحترم قرار المدرب مهما كان كمان صلاح اتكلم عن تأثيرات فيروس كورونا على فريقه وعلى الدوري وقال ان الاوضاع طبعا مختلفة تماما بعد كورونا وان الامور بقت صعبة وان اللعبة بدون جماهير اكيد بكل تأكيد بيأثر وان الفرق اصبح لها نفس الحظوص طبعا في غياب الجماهير في حوار تاني اجراء كمان صلاح يمكن مع شبكة السكاي سبورس كشف عن حاجات كتير قوي خاصة بيه طبعا وفريقه وقال ان اقرب اصدقاءه بعد رحيل لوفرين هو شاكيري شاكيري طبعا نجبل السويسري اللي يمكن يكون فيه من حيث الستايل شوية شبه بينه وبين محمد صلاح يمكن حقيقة كمان نتكلم صلاح على قصة حياته وقال انه يعني سألوه لو فيه حد ممكن يكون يقدم قصة حياتك مثلا في عمل درامي قال اعتقد ان الفكرة دي ممكن تكون ممتعة جدا واقترح يعني عليه حتى في الحوار بيقولوله طبعا رامي مالك زي ما حضرتكم شايفين طبعا دي صورة جامعة رامي مالك بمصلاح في حفل مجلة التايم وتكلم حقيقة على رامي وقال طبعا ان هو يمكن يكون افضل حد ان ممكن يعمل الدور ده وان هو بيتكلم عربي وانه ملمي لحد كبير جدا من بثقافتنا هنا في مصر فده ممكن يسهل بشكل كبير جدا انه يقوم بالدور خصوصا في مرحلة البدايات اللي اعتقدت قال انه هتكون ممتعة الحقيقة لو تقدمت في فيلم انه يعني طلع منين ونشئته طبعا احترافه كل حاجة قابلته الاول مرة في حياته طبعا في اوروبا اللي هتبقى قصة ممتعة جدا ويمكن فعلا رامي مالك يكون هو الاكفى ان هو يقدم القصة دي اقولك بساعات كتير جدا يعني بتهيلي ان وقت ده انسب وقت في اوهات كتيرة جدا فيه نوع من الافلام اللي هي الافلام السوبر هيرو او مش السوبر هيرو اللي ممكن افلام تبقى اكتر ميالة لنجوم حققوا ودي بنشوفها كتير جدا في هوليود القصص حقيقية لنجوم حققوا مشوار صعب وانجازات مهمة جدا في الرياضة الزمن اللي احنا عاشين فيه ده ده بتهيلي عندنا كتير جدا يعني عندنا محمد صلاح وعندنا بيج رامي وعندنا ماير شريف وعندنا رامي مالك وعندنا مسعود بطل فيلم الادن اه طبعا فعندنا كتير بس المهم ده وعنا بعتقد ان ده بيهم جدا ويأثر جدا كمان في الاجيال اللي طلع وبيرفع كمان سقف طموحهم انه هم يكون ليهم بصمة في مختلف المجالات مش بس الرياضة اه طبعا يعني بيفرق جدا يعني اعزة اقولك انه مثلا اللي بتحققوا ماير شريف انت عارف انا قد ايه بحب التانس كان في يوم الايام حلمي فعلا ان انا شوف لعبة مصرية بتلعف بطولات الاجران سلام طبعا اللي هي البطولات الاربع الكبرى في التانس فلما لاقى ماير شريف راحة رولانجا روس ولقيها دلوقتي قدرت ان هي توصل في التصفيات طبعا ان هي توصل ان هي تلعب في Australian Open او او استراليا المفتوح اللي هي اول بطولات الاربع الكبرى او الاجران سلام ده كله بيرفع طبعا سقف الطموحات دلوقتي لأي طفل صغير بتدرب في التانس يقولك كان في الاول يقولك احنا ما عندناش ابطال مصريين في التانس حتى الأبطال العرب مش كتير تلاقي ناس عرب متفوقين في التنس أو أن هما ياخدوا بطولات كبيرة دلوقتي رفعت فعلاً سقف الطموحات إيه سعى لده بقى طبعاً زي كل الأمثلة اللي أنت قلتها لا بس خليني كمان أقولك أنه الناس زيماً بتشوف أو بتعيش أو بتحكم على لحظات النجاح اللي بيعشوها الأبطال دول يعني إحنا ما بنقول مثلاً ماير شريف في بطولة أستراليا محمد صلاح في نهاية شامبيونز ليج بيج رامي مستر أوليمبيا وراء كل جملة من اللي أنا قلتهم دول مشوار طويل جداً في رحلة كفاح وفي معاناة وفي ألم شديد جداً يعني لما نبص المحطات محمد صلاح من أول ما ابتدأ لغاية لما وصل لأنه يكون واحد من أفضل لعيب العالم بالتأكيد ده في كتير جداً من القصص اللي ممكن تكون ملهمة في كتير جداً من الدروس اللي ممكن تكون مستفادة إحنا مش بنعمل ده عشان بس نحتفي أو عشان بس نكرم اسم لعيب بحجم محمد صلاح أو بيج رامي أو مير شريف أو محمد النني أو أي اسم مش عايزة أنسى حد لأنه أنا متأكد أنه زي ما بنقول كده في العلوم مثلاً والفنون عندنا أسماء كتيرة جداً لها شهر عالمية كمان في الرياضة بقى عندنا ده مهم جداً نوصل الرحلة دي مش زي ما بأكد مش بس عشان نحتفي بالبطل بتاعنا ونأكد على قيمته لكن كمان عشان نقول للجايين بعد كده إزاي ده بيحصل إزاي ده وراه إصرار وإزاي ده وراه تحدي وإزاي ده وراه معاناة وإزاي ده وراه تعب وإزاي ده وده مهم جداً ودي حاجة مش ملهاش علاقة بالبطولة بس ده حاجة كمان ليه علاقة بأي مجال إزاي أنت يكون عندك الرغبة في إثبات ذاتك إحنا دايماً بنتكلم على الاحتراف وبنتكلم على الفلوس بقت عامل مهم جداً والعقود وواء الآخر لكن أنا بتهالي أي بطل رياضة مهم جداً بنسباله الفلوس لكن مهم جداً أنه هو يكون صاحب إجاز عنده الرغبة والإصرار طبعاً وكل اللي أنت قلت عليهم يا أحمد سواء محمد صلاح أو مير شريف أو ميناء مسعود الممثل المصري بتاع فيلم ألادن كل دول لما بيجوا يتكلموا بيكلموا على قد إيه كان صعب قوي عليهم في الأول وياما ناس أحبطته ما قلت لهم أنت ملكش في الكورة وأنت ملكش في التمثيل وأنت وأنت وفي الآخر طبعاً الإصرار والرغبة والثقة في النفس وأنه مؤمن بنفسه هو اللي خليه يوصل طبعاً للي هو وصله ده بمناسبة الحديث عن محمد صلاح وعن ليفر بول بكرة في مجزرة بين طبعاً مانشستر ينايتد وليفر بول مانشستر ينايتد هو الأول في الدوري حالياً يعني يمكن بعد الفوز على مؤقتاً بعد الفوز على بيرنلي وأعتقد أن مانشستر ينايتد لما دفع في بول بوجبا 105 مليون يورو كان عشان الأيام اللي زي ديه ماتش بيرنلي اللي فات اللي قدر بوجبا طبعاً أنه هو يجيب هدف الفوز ويجيب ويخلي مانشستر ينايتد في الصدارة بعد 17 مباراة وده لأول مرة تقريباً من موسم 2012-2013 وده الموسم اللي مانشستر ينايتد اخذ فيه الدوري مع سير أليكس فرجسون وعشان كده الحقيقة جماهير مانشستر ينايتد في غاية السعادة بأنهم متصدرين الدوري حالياً هل بقى صلاح بكرة طبعاً هيحافظ على الصدارة في بكرة يعني ماتش مهم جداً بين محمد صلاح ليبربول وطبعاً منشستر ينايتد فيه كلام كتير يمكن كان بتقال يورجين كلوب كان بتكلم براحي أحمد في المؤتمر الصحفي وأنه هو شايف أنه ده ماتش مهم جداً وأنه لازم يحقق فيه الفوز وأنه طبعاً صفوفه مش كاملة أنا أعتقد أنه مع ماتش صعب جداً وراه يكون ماتش أصعب بين اليوفي والإنتر بكرة يوم رياضي نبتدي إن شاء الله مع الأهلي والبانك الأهلي ترجمة نانسي قنقر